بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بالكرام أخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت مية أهلا وسهلا بحضراتكم والنهاردة بإذن الله تعالى بنتكلم عن زراعة الطماطم تحت النتهاوس الطماطم اللي حضراتكم شايفينها ده هي وقفة ما اشتغلتش تمام عشان نشغلها يا طرع ملنا ايه طبعا وقفة ما اشتغلتش ليه نتيجة انخفاض درجات الحرارة في الفترة اللي فاتت ويريت قبل ما نبدأ الحديث يرييت تدعمونا بلايك وتشيروا الفيديو ده هوت بحيث يوصل لأكبر قدر من المزارعين العرب في كل مكان سواء في الدول العربية أو في غيرها بسم الله نبدأ الطماطم ده هي زي ما حضراتكم شايفينها الصنف ده هوت اسمه روزالينا اسمه روزالينا مزروع في الكويت تمام النهاردة بتاريخ عشان ناس بس احنا في الكويت لو عندك اي لو اقدر احط الوكيشن احطه لك عشان فيه ناس بس ايه اخ بيقول لي انت في مصر مش في الكويت لا طبعا في الكويت تمام اه الطماطم دي طبعا وقفت يا جماعة طيب وقفت انا عارف ان ايها توقف وزارعها وعارف ان ايها توقف بس الطماطم دايما لما فيها ميزة ميزتين اتنين هقولك عليهم ركز معاي الطماطم فيها ميزتين اتنين ركز عليهم اول ميزة ان الطماطم لما بتوقف فترة وبتبدأ تشتغل بس تكون صحية ما يكونش العود او الزرع نفسه او النبات نفسه تكونش في مشكلة ما يكونش فيه مشكلة مرضية في الجسور ما يكونش فيه سوق تغزية الطماطم لما بتوقف الفترة ده هي وتكون متوفر لها كل عامل النجاح مجرد الجو ما بيتعدل يا جماعة بتلاقي فيها تطور رهيب كل يوم وبتحاول تجيب الايام اللي هي خساريتها دي نتيجة التوقف بتاعها بتعوضها في الايام اللي بيكون فيها درجة الحرارة بالليل معقولة يعني في حدود 12-13-15 والبرودة وبالنهار بتكون 22-23 بتلاقي امورها كويسة جداً كمان حاجة الطماطم الميزات بتاعتها لما يكون فيه فرق جامل او تباين او اختلاف ما بين درجة حرارة الليل والنهار بيبقى ده بيعود بالنفع على الطماطم على فكرة ما بكونش سيء بالعكس ده بكون كويس جداً تباين درجة الحرارة الليل والنهار مع جو شته ومش جو صيفي الامور عندك بتكون كويس تمام الطماطم ده هي زي ما انتم شايفين انا زرعتها تحت انا زرعتها اهو تحت اهو في اه نظرية النفق المقلوب او ان انا عمل لها خندق كده ازرعتها في خندق لان اعرف ان هي هتوقف تمام طيب انا زرعت كده ليه انا زرعت كده عشان ابدأ اردم على الطماطم دهية لما تشد حلة طب ايه فايدة الترديم ان انا ده ده سطح التربة تمام سطح التربة هوت هنبدأ لما نردم كده هوت تمام خلي بالك من لما نردم كده هوت تمام ونيجي من هنا ونجيب بس الارض طبعا ما كنش في املاح ونردم من هنا هيحصل عندي ايه هيحصل عندي ان فيه هيحصل حتى الخرطوم لو تحت ما عندكش مشكلة خالص الخرطوم مش هتسدم التراب ده هوت تمام اردم على الهوز نفس او الخرطوم تمام النبات اصبح عندي كده هوت تمام في جدور عرضية هتطلع تمام نتيجة بقى ايه ان انا ردمت على الساق بتاع الطماطم واصبحت على سطح التربة هوت تمام الكالاستر اللي هيطلع الاولان هيطلع هو تبادي يعني ممكن بعد اه 15 يوم تبدأ تطلع الكالاسترات اللي فهو 10 ايام هيبقى قريب من الارض وامورك هتبقى كويسة جدا طيب الجدر ده هوت اللي تحت اللي انا حطه في الصلايا اللي انا طلعته من اللي انا طلعته من صنية الشتلة تمام ايه ظروفه ظروف الجدر ده قليل جدا طيب بس اللي طلع لجدور عرضية بقى من الساق نفسه هيساعده الجدر التاني هيبقى عندي مجموع جزر قوي طالما مجموع جزر قوي هيمتص العناصر الجزائية من كل اللي انا حطه جنبه ده هو تمام يعني العملية مش هتختصر عالجدر اللي تحته خلاص لا حتى الجزور العرضية اللي هي هتطلع على الساق نتيجة ان انا ردمت على الساق ده هو هتلاقيها بسم الله ما شاء الله الطماطم بتتحرك وبتجري معاك تمام الطماطم زي ما قلت وقفت في الفترة اللي فاتت ده هي تتزرع ده تقريبا 25 يوم طيب وقفت الطماطم في الوقت دهوت طب انا عملت ايه انا زارع وعارف ان هي هتقف طيب انا زارع في الخندة دهوت عشان الم اردم اول حاجة تاني حاجة شوية المغزيات بتوع اللي احطهم المية اي حاجة هتبقى في مكان صغير مش هتنزل لي من على المساطب ولا اي حاجة خالص تمام كمان الطريقة دي تنجحة في الاملاح على فكرة الاملاح لما انت بتزرع في الزرع اللي هو بيبقى تحت يا جماعة في الخندة الاملاح بتطلع فوق على بتطلع فوق بعكس اللي بقول لي في المساطب انا بزرع فوق عشان ما يتنزل تحت لا الكلام ده مش مزبوط اللي هي المفروض كده الاملاح المفروض الحتة دي على طول فيها بلل وفيها مية فالاملاح هتبقى فين على اخر الرطوبة هي شايف الرطوبة هنا مسلا اهي 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 المية دي مية اهي طالع 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 المفروض الاملاح بتتظهر في المكان دهوت تمام طيب عملنا ايه احنا بقى عشان الامور عندي تبقى كويسة والطماطم تمشي بالمنظر اللي حضرتك شايفه بسم الله ما شاء الله انا شايف من اربع خمس ايام اه ما شاء الله القمة النامية بتاعت الطماطم ممتازة جدا مسيطرين على الامراض مفيش اي حاجة خالص 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 عملنا الات يا جماعة اول حاجة حطينا سماد لقمة صغيرة من السماد الدواجن اهي ده سماد دواجن ده احنا حطه من حوالي اربع خمس ايام اهي تمام او من اسبوع بالزبط حطت سماد الدواجن ده تمام حطيته بلقمة صغيرة كده الناس بتسرسب الشباب بسرسبه سرسبة جنب اهو نثر جنب النبات كده تمام وبعد ما حطناها تدينا ندي كميات مية غريبة شوية زي ما انت شايف كده هي كميات المية اهي تمام كميات المية اهي تمام ادينا مية كويسة جدا تمام وابتدى البدل ما فيه ناس بتقولك ان انا احط سماد دواجن ونسحبه ندوبه في مية وندخله مع شبكة رايب التنقيد انا بصراحة جبته هوت وحطيته وهو كده حتى يعني هستفاد بالتيف اللي بتاعه اللي هيتفضل يعني ده خليتيه كومبوست او شايل كومبوست لأنا خدت التفلي بتاعه كمان موجود عندي في الارضة هوت زي ما انت شايف تمام يعني انا خدت المستخلص منه تمام وهو موجود عندي في الارضة هو تمام طيب بعد كده نتهاوس احنا زراعين بعد كده جماعة بعد ما حطينا السرسبة ديت هنبدأ نعمل ايه هنبدأ بعد كده نجيب سوبر فوسفات بمعدل مثلا لو مية كيلو للفدان مع شوية كبريت زراعي ولو عندك شوي داب يريد تحط شوي داب برضو ممعدل لو مية كيلو للفدان ممتاز جدا هتخلطهم هتحطهم هنا وهتخلطهم بالشوكة للشوكة دي نخلطهم بالشوكة دي كده ماشي هنخلطهم بالشوكة دي كده مع السماد البلد الاسماد البلد يا هوت او سماد الدواجن اهو ونخربشهم تمام وبعد ما نخربشهم هنبدأ نردم عليهم يا جمعة هنبدأ نردم عليها كده تمام نبدأ نردم عليها لحد ما نخل الطماطم بيه المنظر اللي حضرتك شايفه ده هو تمام نرجع برا شوية حد ما نخل الطماطم بيه المنظر اللي حضرتك شايفه اهو تمام من قدام ده لسه ما تردمش عليه من هنا تردم عليه اهوت وبندي شوية مية مع دفعتين او تلت دفعات يوريا ما بين الدفعة والتانية اه تلت ايام ماشي بمعدل برضو ممكن عشرة كيلو للفدان يوريا وبنيجي على المجموع الخضري والرش مرتين وارا بعد اه حاجة زي الكلباك المهم فيه سيتو كاينين اه ماشي ولو النبات واقف خالص يريد تحط مع كل برميل ارسين جبريلك اسيد تحط مع كل برميل اه ارسين جبريلك اسيد مع كل برميل متين لت ويه بتحط على البرميل ده هو تحط عليه في حدود اه 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 نص كيلو حتى نص كيلو اه او نص لتر اه كيلباك لو عندك كيلباك اللي هو اللي فيه السيتو كاينين والاكزينات تحطهم مع اه اه جبريلك ويه ترش مرة او مرتين اه معه طبعا زي ما قلتلك الثلاثين كيلو يوريا اللي انت هتحطهم للفدان ده هو تسحبهم ثلاث مرات على اه عشر ايام كل بين واحدة واحدة يعني كل بين اه حطة يوريا والتانية او تسميدة يوريا والتانية تكون في حدود ثلاثة ايام هتبص تلاقي الزرع تغير معاك بطريقة جنونية زي ما انت شايف كده هوت واهم حاجة اللي اهم من ده كله تحافظ على النبات سواء الفطري او الحشري ما تسمحش لان الامراض تجي لك خالص ما تسمحش ابدا بان الامراض تجي لك خالص تمام هتلاقي بسم الله ما شاء الله والله زرع يعني يعني حاجة شايف دي ورقة المشتلة انا مش عايزينها على فكرة انا يخصيني الحلويات اللي طالعة جديدة دا يعني انا يخصيني الحلويات اللي طالعة جديدة دا وان انا اردم كده هو تمام اردم على النبات كده هو الارضة عندي رملة هي وان انا اخلي في انا عايز كده شايف شايف يعني انا عايز كده بس النبات هتلاقي اشتغل معاك وهتلاقي بسم الله ما شاء الله النبات يعني بيجري معاك اهو بسم الله ما شاء الله والله دا يا جماعة من 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 اسبوع او من عشرة يام كنت تفقد الامل فيها خالص يعني ولكن ما شاء الله النبات اهو زي ما حضرتك شايف منور منور النبات انا يعني مش عشان انا اللي زارع بس فعلا مبسوط 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 ما شاء الله تبارك الرحمن فالزراع علم يا جماعة فاريت نتعلم محدش يقول لي دا هيعمل اعفان جزور ولا الكلام الفضل دا كل دا كلام فاضي كل دا كلام فاضي النبات اهو قدامك مفيش الاعفان ولا في اي حاجة خالص بنتمنى ان احنا نكون استفادنا من المعلومة دا هيت شكر لحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة